تشابهت الأرض بما في بطنها وما على سطحها بين جارتين شقيقتين تشابه له مثيل في السياسة والعلاقة بين بغداد والرياضة وعلى امتداد ألف كيلومتر يتشارك فيها البلدان يقع في الفعل السياسي ما يفي بروابط وثيقة يضع فيها العراق عنوين عريضة تحمل أهمية الشراكة والعلاقة مع السعودية العلاقات التي مكثت خمسة وعشرين عاما في حالة بطيئة من التطور الدبلوماسي أو حالة التبادل الطبيعي قد جاءت بفعل محاولات زلزلة سياسية دخلت فيها أصابع التوتير أو التثبيت لمشوار الرياض صوب بغداد والعكس على الرغم من أن عرعر المعبر الموعود على أن يشرع بابه لتلتق اليد السعودية مع العراقية إلا أنه ومن باب الذكرى التي قد تنفع المؤمنين أن السعودية شرعت بعودة نبض قناة الدبلوماسية بتعيين أول سفير لها بعد فتح سفارتها في بغداد عام 2015 ومن هنا إلى أعمق نقطة استراتيجية عنوانة التصريحات الرسمية التي لا توضع في إطار الخيارات فحسب بل التشاركية في محاربة عدو مشترك وخلايا إرهاب وتخريب تماما كما هو الاقتصاد الذي يحتاجه العراق وتحتاجه السعودية المملكة الداعمة لاستقرار العراق تشرع اليوم بثوابت العلاقات الفاعلة على الأرض أما العراق الذي يغزل نسيج العودة إلى حضنه العربي وفتح بوابة العلاقات الخليجية فهو يرسخ فكرة تحقيق نهضات عمرانية وبنية تحتية يرتكز فيها على خبرات وبرامج اقتصادية وتجارية مع الجانب السعودي ويفتح الباب أمام الشارع العراقي على توفير حلول عجلة تصب في صالح العراقيين الذين مكثوا في دوامة عزلة أشعل فتيلها سنين عجاف الإرهاب والفوضع ترجمة نانسي قنقر